بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسدين نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين أما بعد فقد استمعنا إلى تلاوة الإمام وهو يقرأ في صلاة الصبح استمعنا إليه قرأ من آخر صورة الفتح ودخل في صورة قاف وأكملها وقد قرأ في آخر صورة الفتح صفات الصحابة رضوان الله عليهم قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة وقرأ لنا أيضا من سورة قاف أو قرأ قاف كاملة وهي سورة تتناول ذكر البعث والنشور واستبعاد الكفار أن يكون هناك معاد وحشر ونشور وقيام من الأجداث لرب العالمين فردت هذه السورة عليهم وفيها قول الله عز وجل أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وفيها أيضا في آخر السورة بعد ذكر الرد على المنكرين وذكر أحوال الأنبياء السابقين والقرآن الكريم يذكر قصص الأنبياء السابقين لعدة فوائد منها إثبات حقيقة ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومنها تثبيت نبوته عليه الصلاة والسلام قال ربنا بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نولق السمع وهو الشهيد وهذه الآية ذكرت شروط الانتفاع بالقرآن متى ينتفع الإنسان بقراءة القرآن أما أوصاف الصحابة ردوان الله عليهم فقد حلاهم ربنا بهذه الخصال الحميدة وذكر هذا الثناء العطر الذي عبقت ريحه في كتاب الله عز وجل يصفهم ويبين متين ديانتهم وعميق ديانتهم وما حباهم الله عز وجل به من الديانة المتينة ومن الأخلاق العظيمة وجعلهم وهم حول هذا النبي الكريم يناصرونه وينافحون عنه ويحفظون حياض الإسلام وصفهم بهذه الصفات العظيمة قال ربنا محمد رسول الله وهذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله ونبيه وحبيبه ومصطفاه ومجتباه صلى الله عليه وسلم والذين معه أي صحابته الكرام باتفاق أهل التفسير وباتفاق العلماء ولا يختلف أحد في ذلك أدنى اختلاف ممن يعتد بخلافه ذكر الله عز وجل أوصافهم وهذه الآية الكريمة تتناول جميع الصحابة إذ آيات القرآن التي تصف الصحابة بعضها يذكر السابقين الأولين وبعضها يذكر من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل وبعضها يذكر أهل بدر أو أهل حنين وهذه آيات تأتي في سياق من سياقات لكن هذه الآية الكريمة تتناول جميع الصحابة بغير استثناء والذين معه لفظ عام لكل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكل من كان بمعيته فهم بمعيته كما وصفهم ربنا عز وجل ويا له من شرف كبير ومن منقبة عظيمة أن الله عز وجل يذكر صحابة النبي وهو الذي اختارهم لصحبة هذا النبي الكريم وجعلهم حواريين له وهم حوله وبمعيته يرافقونه في الحل والترحال ويلحظون نفسه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم ويروون عنه الكلمة النبوية يروون عنه الكلمة النبوية التي تصدر عنه صلى الله عليه وسلم ويروون أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته العطرة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والذين معه هؤلاء يوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل في مقدمة أوصافهم أنهم أهل شدة على الكفر وأهل رحمة بالإيمان وأهله فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم فالشدة على الكفر وأهله والرحمة بأهل الإيمان وهذا وصف من أوصافهم فهم أهل ولاء وبراء يوالون في الله ويعادون في الله ولا يبعثهم على شيء إلا الموالات والمعادات الشرعية وأنهم رضوان الله عليهم في ذلك شديدين على أهل الكفر ولكنهم رحماء بأهل الإيمان تراهم ركعا سجدا ذكر الله من عبادتهم وأنهم أهل عبادة عميقة وأهل ديانة متينة وأنهم رضوان الله عليهم يبيتون في خلوتهم وجلوتهم يصمدون لخالقهم في دعائه ويتضرعون إليه ويستجلبون لأنفسهم شآبيب الرحمة والغفران وأنهم معنيون بالعبادة ذكروا بها وعرفوا بها وأنهم رضوان الله عليهم لا تراهم إلا راكعين وساجدين وأن ذلك الركوع والسجود يبتغون به فضلا من الله ورضوانا فهم أهل إخلاص وأهل عبادة وأهل تقرب إلى الله يتملقون إلى الله في بيتوتتهم له قائمين راكعين ساجدين يبتغون فضله وفضل الله عز وجل رحمته وفضله عز وجل جنانه وفضل الله عز وجل كل ما عند الله عز وجل من الخير يبتغون فضلا من الله ورضوانا الردوان والرضا من الله عز وجل لا شك أن ردوان الله عز وجل مطلب كل مسلم فمن رضي الله عنه ومن رزق الردوان فقد رزق خيرا كثيرا وهؤلاء مع عبادتهم فإنهم يبتغون ردوان الله لا يتوكلون ولا يتقاعسون كما قال ربنا عز وجل في وصف زمرة من زمر الإيمان والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهم يؤدون ما يؤدون من العبادات ويتقربون بما يتقربون إلى الله من القرب ومع ذلك فإنهم يرجون ردوان الله بذلك ويرجون رحمته ويرجون مغفرته لا يتوكلون ولا يتقاعسون عن العمل يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من تر السجود هذه نتيجة لعملهم ولإخلاصهم ولتقربهم إلى الله وعبادتهم فإنهم رزقوا مظاهر عبادة ورزقوا ما عليهم من سمات الخير وما عليهم من صفرة العبادة التي تعلو وجوه العباد فهم لما أصلحوا بواطنهم أصلح الله لهم ظواهرهم وهنا يوجد تلازم بين الظاهر والباطن وليس دائما يوجد التلازم إذا كان الأمر ليس على حق وليس على صدق أما الأصل فإن الإنسان إذا أصلح الباطن أصلح الله له الظاهر فما صلاح الظواهر إلا بصلاح البواطن إن شاء الله فإذا أصلح العبد سريرته أصلح الله له على نيته وفي ذلك كان السلف يقولون كثيرا كعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وجماع من السلف كانوا رضوان الله عليهم يقولون إذا أصلح العبد سريرته أصلح الله له على نيته وكانوا يقولون ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على الصفحات وجهه وفلتات لسانه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وفي ذلك دليل على أن ما في الباطن سيظهر على اللسان وسيظهر على ظاهر الإنسان ثم إن من ثمرات إصلاح الباطن أن يرزق العبد بأمور إذا أصلح العبد باطنه رزق أمورا منها أن يرزقه الله نورا في الوجه وهو قوله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود والسمة والسيما هي العلامة والأمارة تكون في الشيء المعين فهم من كثرة عبادتهم وإصلاحهم لبواطنهم وتقربهم إلى مولاهم رزقهم سبحانه وتعالى سيمة من سمات العبادة وهي صفرة تعلو وجوه العباد وليست خدش أو خدشا في جباه المصلين من أثر السجود على الحصير وما إلى ذلك فإن ذلك من التفسيرات المرجوحة أما التفسير الراجح فقوله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي صفرة تعلو وجوه العباد من كثرة تقربهم إلى الله عز وجل وفي ذلك قال بعضهم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار والمقصود هنا أن الصحابة صارت لهم سمة من سمات العبادة وأنها ثمرة عظيمة من ثمرات إصلاح الباطن ومن ثمرات عمل الجوارح وعمل القلوب أن الله عز وجل يكرم العباد بأن يرزقهم سمة عبادة وصفرة ونورا ينور الله به عز وجل سمات العباد أو وجوه العباد وفي ذلك رد على من يطعن في الظواهر ويقول ليس الأمر بالظواهر الأمر بالظواهر والبواطن وليس بالظواهر فحسب كما قال ربنا عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح المسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ففي ذلك نعي على من اعتنى بالقالب وترك القلب والأصل أن العناية بالقلب لا بالقالب القالب هو الجسم والهيكل والشكل هذا يسمى القالب وعناية الإسلام هي بالقلوب وليست بالقوالب ففيه ما ينعى على من يعتني بالقوالب ويترك القلب لكن لا ينبغي أن ننكر على القوالب وأن القوالب ليست مطلوبة لا فمن عمد إلى القوالب يصلحها ولم يصلح باطنه فلم يعمل شيئا فلم يقم قالبه على قلب سليم وأما من أقام قلبه وأقام قالبه فهذا هو المطلوب وذلك أن المظاهر الشرعية مطلوبة بأمر الله ورسوله فما كان مظهرا شرعيا وجب العمل به ووجب امتثاله فإذا صاحب العبادة يرزق أمورا وصاحب إصلاح الباطن يرزق أمورا فإن له نورا في الوجه وإن له سعة في الرزق فيوسع الله في رزقه وإن له قبولا لدى العباد يطرح الله له القبول في الأرض وفي الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى في أهل ملكوته أن أحببت فلانا فأحبوه فإذا حبته الملائكة طرح الله له القبول في الأرض فطرح القبول في الأرض قضية ربانية وإرادة ربانية فربنا عز وجل يطرح القبول لمن يشاء وينزع القبول ممن يشاء فهو سبحانه وتعالى المتصرف في كونه الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومن ثم فإنه عز وجل يطرح القبول لأصحاب البواطن السليمة المنصالحة ومن ثم يعلم أن إهمال الظاهر لا ينبغي وإهمال الباطن لا ينبغي وأن إصلاح الباطن هو الأصل وأن الباطن إذا انصلح فإن الظاهر يكون أيضا منصلحا استجابة للباطن إذ هذه الجوارح يجب أن تستجيب للباطن وللقلب فإن القلب مضغة في جسم الإنسان إذا انصلحت إن صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله كما ورد في الحديث الصحيح وفي صحيح الإمام المسلم رحمه الله إن الله جميل يحب الجمال وهذا حديث أيضا ينضم إلى هذا المعنى فإن الله عز وجل يحب جمال الطاعة جمال العقيدة جمال الإيمان جمال العبادة فكل ذلك محبوب عند الله عز وجل وليس هذا الحديث كما قال ابن القيم في الفوائد مما يعتمد عليه أولئك الإباحيون المزدكيون الذين يحاولون أن ينفلتوا من قبضة الشرائع وأن يتسللون منها لواذا وأن يزعموا أن الله جميل ويحب الجمال فيجيزون بهذا الأمر النظر إلى الجمال الذي هي المرأة فيبيحون لأنفسهم النظر إلى الجمال ويستدلون بهذا الظاهر فما أبعد هذا الحديث مما يعتقدون ومما يفهمون فالحديث في جمال الطاعة وفي جمال العبادة والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم سيماه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ضرب الله لهم مثلا في التوراة ذكره في كتابه وفي قرآنه ذكر هذا المثل ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره هذا المثل المضروب في الإنجيل وهذا المثل المضروب في التوراة كزرع نخرج شطأه والمثل في القرآن معلوم وأنها مقاهيس عقلية مفيدة لمطالب دينية كما قال أهل العلم فربنا عز وجل يضرب الأمثال للناس في هذا الكتاب لعلهم يتذكرون وليعقله العالمون كما قال ربنا عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فمثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه وفراخ الزرع هي سنابله التي تكون مع قائم أو ععود يقوم فيحمل فراخ الزرع والسنابل التي هي المحملات بالزرع شعيرا أو حنطة أو برا أو قمحا من هذه التي تكون على السنابل مثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يمثل المسلم عموما بالزرع لأجل بعض المعاني لماذا يمثل المسلم بالزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع يمثل المؤمن بالزرع لأجل أن الزرع يكون ضعيفا مستضعفا في بدايته ثم سرعان ما يقوم قائمه ويشتد عوده ويستغلظ ويتآذر فيما بينه فلا يكون عرضة لتكفأه الرياح وتسقطه الرياح وتكسره الرياح وكذلك المسلم يبدأ ضعيفا وكذلك الإسلام بدأ ضعيفا من قلة الأتباع بدأ ضعيفا لأن الناس لا يجهرون بدعوتهم بدأ ضعيفا لأن الله عز وجل لم يأذن بعد في الجهاد ولما نزل قوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم بعدها الآيات الواردات في القتال فإن الأمر تحول إلى دفاع عن المعتقد وحماية للتوحيد إذن هؤلاء الصحاب رضوان الله عليهم مثلهم في الإنجيل كزرع يمثل المسلم بالزرع من شدة تعرضه للبلاء والمسلم صاحب بلاء ووكل البلاء بأهل الإسلام ووكل البلاء بأهل الإيمان ويبتل الرجل في دينه الأمثل فالأمثل فإن كان في دينه صلابة كان نصيبه من البلاء أكثر كما ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة والبلاء سمة لأهل الإسلام فإنهم أهل ضعف واستضعاف من جهة تأثير البلاء فيهم وأما الكفار فلا يتأثرون بالبلاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى من حديث أبي هريرة وجابر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كخامة الزرع ها هو الحديث يأتي في معنى القرآن ها هو الحديث يأتي في معنى القرآن ومثل في دينجيل كزرع كقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها والكافر كالأرزة شجرة السنوبر هي أصلب شجرة على الوجود أو في الوجود هي شجرة السنوبر ومثل الكافر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله إذا شاء حتى يقسمه الله إذا شاء فيمثل الكافر بالشيء الصلب الذي لا تؤثر فيه الزوابع ولا رياح ولا عواد الزمن ويمثل المسلم بالزرع لليونته والسهولته وتعرضه للبلاء وضعفه هكذا البلاء والمسلم يتحمل البلاء ويسأل الله عز وجل أن يقويه على تحمل البلاء ومن أهل العلم من ذكر عن السلف آثارا بل هناك أحاديث في تحمل البلاء ومنها ما عند الترمذ في جامعه بسند حسن يوشك أن يمشي المسلم على وجه الأرض وما عليه خطيئة من شدة البلاء يوشك المسلم أن يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة أي إن قضت خطيئاته ولم تبق له خطيئات من كثرة ما يتعرض للبلاء ويغفر الله له بسبب البلاء ويتجاوز عنه بسبب البلاء ويمحو ذنوبه بسبب البلاء فلا تكاد توجد له خطيئة وفي الأحاديث الصحيحة ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه إلا كفر الله بها عنه وإذا كشف القناع يوم القيامة تمنى أهل العافية لو كانوا في الدنيا أهل بلاء إذا كشف القناع يوم القيامة وحوسب الناس ورأوا كرامة الله أو إكرام الله لأهل البلاء تمنى أهل العافية لو كانوا في الدنيا من أهل البلاء لما رأوا من كرامة أهل البلاء فالصحابة أهل بلاء وابتلاء وقد أبلوا في الإسلام البلاء الحسن كما هو معلوم من سيرتهم العطرة فإنهم رضوان الله عليهم شهود الله على الخلق والواسطة بين نبينا وبين سائر الخلائق ولولا ذلك كما قال أبو المعالي الجويني لنحصرت الشريعة عن سائر الأعصار لنحصرت الشريعة إن حصرت الشريعة إن حصرت أي ابتعدت وتقلصت عن سائر الأعصار فاجعلهم الله شهود الخلق وجعلهم حواريين لهذا النبي الكريم واختارهم واصطفاهم لصحبته وها هو كتاب ربنا يقص علينا حياتهم ويبين لنا واقعهم وما كانوا عليه من هذا الدين وما كانوا عليه من الالتفاف بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كزرع نخرج شطأه فآزره أي أن الزرع يبدأ عوده رقيقا يعني خفيفا إذا جاءت الريح كسرت أعواد الزرع ثم سرعانما يشتد عود الزرع فإذا اشتد عوده وهو القائم الذي تكون عليه السنابل فإنه يشتد فيقوى ويتآذر فيما بينه وهي إشارة إلى أن أهل الإسلام يتآذرون فيما بينهم وينصر بعضهم بعضا وأن المسلم قوي بأخيه وأنه ضعيف بنفسه لكنه قوي بأخيه أخرج شطأه فآزره فاستغلض أي صار غليظا قائما قويا لا يكتفأه رياح ولا تؤثر فيه زوابع فاستوى على سوقه أي قام على سوقه والسوق جمع ساق يقال سوق وسيقان وكلها جمع لساق كما قال ربنا عز وجل فطفق مسحا بالسوق والعناق فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع الزراع يعجبون بالزرع إذا أثمر وآتى أكله وارتفع وابقدر ما يطول ويجمل ويصير يانعا بقدر ما يفرح به الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قوله عز وجل ليغيظ بهم الكفار بيّنت هذه الآية كما قال إمامنا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال هذه الآية فيها أمر وهو أن من أصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن تصيبه هذه الآية وذلك أن الله عز وجل يقول ليغيظ بهم الكفار وأن هؤلاء الصحابة وهم ملتفون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم يحيطونه ويكلؤونه ويدافعون عنه ويناصرونه يكون هذا المشهد مفرحا لأهل الإيمان ولكنه يغيظ أهل الكفر ويقلق أهل الكفر فمن اغتاض من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن تصيبه هذه الآية أخشى أن تصيبه هذه الآية لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار ولذلك من اغتاض من الصحابة ففيه سمة من سمات الكفار وفيه وصف من أوصاف الكفار لأن الله عز وجل يقول ليغيظ بهم الكفار ومن حمل الغيظ لأحد من أصحاب رسول الله فقد خالف هدي الإسلام وخالف أمر الله وخالف ما أمر الله به من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بريمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا كائنا ما كان هذا الغل قليلا أو كثيرا كيفما كان حجمه أو شكله غل في قلب مسلم لأحد من أصحاب النبي لا يجوز ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهذا تأديب القرآن للعباد كيف يكونون مع صحابة النبي وكيف يدعون لهم وقد قالت عائشة الصديقة عليها الرضا والرضوان قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم تريد هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقون بليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا فأمروا بالاستغفار كما في هذه الآية قالت عائشة فسبوهم وفي ذلك إشارة منها رضي الله عنها إلى مخالفة بعض الناس لهدي القرآن ووقوعهم في الانحراف العقد والانحراف المنهج وأنهم وقعوا في بدعة من بدع الانصراف عن الترد على الصحابة والانصراف عن سلامة القلوب للصحابة وأن المسلم يجب أن يكون قلبه سليما لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يترضى عن جميعهم وأن يكون قلبه سليما لجميعهم وأن يقول ما أدبه به ربه عز وجل وأن لا يلتفت إلى شيء آخر مما شجر بينهم وأن لا ينصب نفسه قاضيا حاكما يبرئ هؤلاء ويدين هؤلاء ويعطي الحق لهؤلاء ولا يعطي الحق للآخرين ما أمرت بهذا سئل الإمام أحمد كيل له يا أبا عبد الله هذا معاوية وهذا علي وما كان بينهما من الحروب فقال نعم هذا علي وهذا معاوية رضي الله عنهما إيش دخلي أنا بينهما ما الذي يدخلني ويقحمني بينهما فكانت كلمة الأئمة من أهل السنة قاطبة بغير استثناء أنهم لا يتدخلون في شجار الصحابة ويكون قلبهم سليما للجميع ويترضون عنهم جميعا ويترحمون على الجميع ويكون قلبهم سليما للجميع ولا يدخلون في حروب الصحابة فيما بينهم ومن دخل وأراد الإدانة أو التبرئة لأحد فإنهم ينكرون عليه ذلك حتى أنكروا على من أدخل في كتبه شيئا مما شجر بين الصحابة أنكر ذلك على أبي عمر بن عبد البر القرطبي النمر رحمه الله مع جلالة قدره وإمامته في الحديث والسنة ومع ذلك أنكر عليه هذا الشيء لماذا يدخل في كتابه الاستيعاب بعض ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم فعقيدة أهل الإسلام في الصحابة أننا نترضى عنهم جميعا وأننا لا نميل إلى ما تقوله الروافض الذين لا يعرفون كتابا ولا سنة ولا يقيمون حكما صحيحا ولا سنة والذين طفقوا أو الذين بقوا سائر أعمارهم سائر أعمارهم بقوا وهم يشتمون ويعرضون ويرتمسون الشبه ويبحثون عن الثغرات ويثيرون الفتن والعياذ بالله فالرفض نحلة عاقة للكتاب والسنة فالعقوق هو هذا وأشد العقوق وأفضع العقوق هو عقوق الكتاب والسنة من خرج عن الكتاب والسنة فقد عقى الكتاب والسنة وتمرد على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لا شك في مخالفتهم للكتاب كما في هذه الآية وأنهم مغتاضون من جمع من أصحاب النبي ولا يترضون عنهم ولا يذكرونهم على وجه صحيح ووجه سليم وقلوبهم مغتاضة على الدوام والعياذ بالله فالرفض كما قال بعض السلف هو خوخة الزندقة الخوخة هي النافذة خوخة الزندقة هي هو الرفض فمن دخل في باب الرفض فإنه يبحث عن الزندقة قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني كما روى الخلال في الجامع قيل له يا أبا عبد الله من هم الزنادقة قال هم على دين غير دين الإسلام وفي لفظ عن الإمام أحمد من هم الزنادقة قال هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان فتحصل أن الزندقة هي النفاق والكفر أن الزندقة هي الكفر والنفاق قال بعضهم ايتيني برافضي صغير أجعل لك منه زنديقا كبيرا رافضي صغير يجوز أن يجعل منه زنديقا كبيرا وذلك أنهم مؤهلون بما اجتملوا عليه من علم الشبه والشبه ليست علما ولكنه يحسبونه علما الشبه ليست علما الشبه أمرن باجتنابها وأما من يكون حول الشبهات فإنه يحوم حول الحرام وهؤلاء جعلوا دينهم الشبه وما يسمونه البحث عن الثغرات وما جعله سموه النظر في التاريخ فيبحثون وينبشون في صحائف طوية وأصحابها وضعوا رحالهم في الجنة قبل هذه القرون العديدة الصحابة وضعوا رحالهم في الجنة لأن الصحابة جميعا من أهل الجنة قال ربنا عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا التنوين هنا كلا التنوين عوض عن المتقدم عن الجملة المتقدمة كلا التنوين عوض عما تقدم أي كل من الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح الجميع من أهل الجنة وكلا وعد الله الحسنة والحسنة هي الجنة ووعد الله لا يخلف إن الله لا يخلف الميعاد والحسنة هي الجنة كما قال ربنا عز وجل للذين أحسنوا الحسنة والزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال ربنا عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون مبعدون عن النار أولئك عن النار مبعدون فمن سبقت له الحسنة فهو من أهل الجنان والصحابة سبقت لهم من الله الحسنة فهم جميعا بالقرآن جميعا من أهل الجنة بدون استثناء وقال ربنا عز وجل يوم لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ففي هذه الآية الكريمة صريح قوله عز وجل أن الصحابة أمنوا خزي الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه وهي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه فالقرآن يسمي الصحابة بأنهم بمعية النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل ليغيظ بهم الكفار والكلام في الصحابة الطويل وجميل وممتع وسيرة من عطرة وقد قال بعض أهل العلم كما نقل صاحب التاج المكلل وغيره قالوا إن من علامة سعادة المرء في الدنيا أن يعنى بأخبار الصالحين لتكون لك علامة في الدنيا على السعادة يجب عليك أن تعنى بأخبار الصالحين ولا يوجد في قمة هرم الصالحين إلا الصحابة أكثر العباد صلاحا وأبرهم قلوبا وأحسنهم دينا وعلما هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يوجد في الخلقة بأسرها أحد أفضل منهم إلا الأنبياء فإذا استثني الأنبياء يأتي بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اهتممت بسيرهم وطالعت تراجمهم وكنت حفيا بهذا فتلك علامة سعادة لك وكذلك أخبار التابعين وأتباعهم وسير الأولياء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين عرفوا الحق ورحموا الخلق أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون فإذا الكلام في الصحابة سيطول لا أستطيع أن أطيل عليكم قال ربنا عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا هذا وعد من الله ووعد الله لا يخلف وعدهم المغفرة والأجر العظيم والأجر العظيم هو الجنان والأجر العظيم هو النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال ربنا للذين أحسنوا الحسنة أي الجنة وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة فهو من أعظم النعيم المقيم في الجنان قوله عز وجل منهم بعضهم يفسرها بأنها تبعيضية وهذا غلط ليست بتبعيضية على الإطلاق ولا يمكن أن تكون تبعيضية على الإطلاق وذلك أنها بيانية فمن ترد في العربي للتبعيض كما تقول شربت من هذا الكوب من أي بعض هذا الكوب أو أنك تقول كل من هذه الثمار هذه بيانية هذه تسمى بيانية من هذه الثمار أي بعض الثمار وقد تكون للبيان فقوله منهم أي بيان الصحابة المذكورين جميعا أنهم جميعا من أهل الجنان وعظ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من المذكورين الذين ذكروا وتقدم بيانهم هم الذين وعدوا جميعا المغفرة والرضوان فلا يحتج بها من يريد أن يقصي بعض الصحابة وأن يخرجهم من مغفرة الله ورضوانه وأن هذه الميزة ليست لجميعهم فتلك منهجية سقيمة وانحراف منهجي بغيظ وأهل السنة قاطبة هم أهل الحق على الدوام فإنهم الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق مغفرة وأجرا عظيمة أما قوله عز وجل أفعينا بالخلق لول بل هم في لبس من خلق جديد هذه آية ترد على أولئك المنكرين للمعاد والقيامة والحشر والنشور وأن الله عز وجل لما بدأ الخليقة فإن من بدأ الخليقة سيقدر على إعادتها وربنا يضرب للناس الأمثال ويقرب إليهم المعاني بما يفهمون وهذا يسمى عند أهل العلم بأنه قياس الأولى وقياس الأولى يوجد في أذهان الناس وذلك كما قال ربنا عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه قوله وهو أهون عليه فيها تفسيران أن تكون أفعل تفضيل على بابها على بابها وهو أهون عليه ولكن وهو أهون عليه بالنظر أو فيما ينظر إليه الناس فالعباد ينظرون إلى أن من بدأ خليقة فإن البداءة أصعب في نظر الناس من الإعادة فمن خلق خلقا وأماتهم فهو أقدر على إعادتهم فهذا بالنظر إلى ما في أذهان الناس أو يكون أهون فعل مجرد يعني ليس فيه تفضيل والمقصود أن القرآن الكريم يخاطب العقول والأدلة الشرعية في القرآن تكون أدلة عقلية في نفس الوقت قال ربنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فمنهج الاستدلال على الإعادة بالبداء هذا منهج قرآني منتشر في الآيات القرآنية وأن الله يردهم إلى البداء فإذا كنتم تقولون بأن الله لن يعيد الناس ولن يحشرهم تارة أخرى فهل أنتم مقررون بأن الله بدأهم فإن أقررتم بأن الله بدأ الخلق فإن من بدأ الخلق سوف يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده فمن بدأ سيعيد وفي نظركم أيها الناس أن الإعادة أسهل من البداءة والبداءة أصعب من الإعادة وهذا بالنظر إلى ما في عقول الناس أما في حق الله فيستوي عنده كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يعني ربنا عز وجل ما عيا بخلقه وما يصيبه لغوب ولا عياء بخلقه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يبدأ الخلق ثم يعيده فالصورة قاف هي لأجل أن ترد على هؤلاء المنكرين وتذكر الأدلة على أن المعادة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله عز وجل باختصار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد هذه الآية ذكرت شروط الانتفاع بالقرآن وهي ثلاثة كما في هذه الآية الشرط الأول لمن كان له قلب أي قلب حي محل قابل كما قال أهل العلم محل قابل يقبل الخير ويستوعب الخير ويتسع للخير فإذا اتسع القلب للخير وسلم من المنغصات ومن المكدرات فإنه إذا شاء الله له أن يستقر فيه شيء من الخير سيكون والقلوب شبهها القرآن بالأودية أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية وأن القرآن الكريم يضرب المثل للوحي النازل من السماء بماء المطر مثله بماء المطر وشبهه بماء المطر وأن الويديان هي قلوب الناس فواد عميق يشمل أو يتسع لماء كثير وكذلك قلب كبير وقلب متسع على فطرته لم تكدره أو ساخ ولم تنجسه ينجسه إلحاد فإنه يستعد لخير كثير كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدس الذي رواه عنه نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم كفيما خرجه الإمام مسلم خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وفي لفظ فاجتالتهم الشياطين وأن الإنسان مخلوق على فطرة الإسلام وقلبه مستعد للخير ويجد من نفسه جوعة روحية يحتاج إلى ملئها فإما أن يوفق في ملئها واستيعابها وإما أن لا يوفق إلى ذلك إن في ذلك لذكرى أي المذكور من ذكر أخبار الأنبياء ومن ذكر الرد على المنكرين للمعاد لمن كان له قلب وهو المحل القابل أو ألقى السمع وهذا الشرط الثاني يلقي سمعه ويستمع سمع من يستمع ليتأثر من يستمع ليفهم فكم من شخص يسمع أصواتا ولا يفهم شيئا ففرق بين أن تسمع وبين أن تلقي السمع إلقاء السمع أي أنك تلقي سمعك وتحضره تماما وتسمع ما يقال بعدما تقدمت لك أو تقدم لك الشرط الأول لمن كان له قلب محل قابل وسمع يلقيه صاحبه ويكون يستمع إلى ما يلقى ليس يسمع أصواتا ولا يسيسمع ضجيجا أو صياحا أو ألقى السمع وهو شهيد في ذلك كله يجب أن يكون حاضرا حاضر القلب حاضر السمع فإذا اجتمعت هذه الشروط فمن شأن الإنسان أن ينتفع بالقرآن ونسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بالقرآن وممن يترسمون القرآن وممن يستشفون بالقرآن كما قال ربنا عز وجل قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أقول قولي هذا وأسأل الله علي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ترجمة نانسي قنقر